السلام عليكم ازيكم يا شباب يا رب تكونوا بخير في افضل حال اتكلمنا خلال الفيديوهين اللي فاتوا عن الهيم سينزز هنبدأ بقى نتكلم عن الهيم ميتابوليزم الهيم لما يبدأ يتقصر ايه الناتج بتاعه وايه اللي بيحصل فيه اللي هو الهيم كاتابوليزم ففكرة الميتابوليزم كلمة هيم ميتابوليزم الميتابوليزم بيشمل السينزز اللي هو البناء وبيشمل ايه كمان وبيشمل الهدم اللي هو التكسير اللي هو الكاتابوليزم فانا عندي صورتين للميتابوليزم يا اما بصنع يا اما بقصر احنا اخذنا خلال اتنين فيديو عملية مين عملية السينزز التصنيع هنبدأ ندرس بقى الهيم بيتقصر وبيديني ايه في البداية خالص احنا لما لجأنا للسينزز بتاع الهيم علشان الهيم لما يبدأ يتحد مع مين مع اللي هو الجلوبين يبدأ يتصنع مين اللي هو الهيمو جلوبين يبدأ احنا عندنا هدف هو تصنيع الهيمو جلوبين اللي هيدخل فيه تركيب مين اللي هو الاربيسيز كرات الدم الحمرة طيب امتى بلجأ ليه التكسير بتاع الهيمو جلوبين لما كرات الدم الحمرة تكون قديمة لما كرات الدم الحمرة تعدل عمر الافتراضي بتاعها كرات الدم الحمرة بتعيش حوالي مية وعشرين يوم بعد المية وعشرين يوم بتكون عبارة عن ايه؟ بتكون عبارة عن اولد اربيسيز يبقى الاربيسيز دلوقتي عبارة عن اولد اربيسيز او بسميها السن سنت اللي هي قديمة او عندها شيخوخة كبرت في السن يعني بتاعها قضت الفترة بتاعتها اللي هي المية وعشرين يوم بعد المية وعشرين يوم يبدأ يحصل مين؟ يبدأ يحصل تكسير هيبدأ يتكسر مين؟ يتكسر الاربيسيز كرات الدم الحمرة كرات الدم الحمرة تبدأ تتكسر في اللي هو الريتيكولو انديوسيليال سيستم زي الليفر زي السبيلين بيبدأ يتكسر فيهم مين؟ كرات الدم الحمرة الكرات الدم الحمرة لما تبدأ تتكسر هو تركيب الاربيسيز عبارة عن ايه؟ تركيب الاربيسيز عبارة عن اللي هو اهم حاجة جوة اللي هي عبارة عن الهيموجلوبين والاربيسيز ميمبرين فيه اللي هو الاربيسيز ميمبرين وفيه انزيم اللي هو الكربونيك انهايدريز انزيم فقراط الدم الحمرضية لما تكون قديمة لما تعدي بعد 120 يوم يبقى بعد 120 يوم ايه اللي بيحصل بعد 120 يوم هتبدأ تتكسر في الريتيكولو اندوسيليل سيستم اللي هو عبارة عن الليفر ومين كمان والسبيلين تبدأ تتكسر فيهم فهتتفكك الاربيسيز لمكوناتها اول حاجة يكون عندي اللي هو الميمبرين يبقى انا عندي الاربيسيز ميمبرين ده انجالفيد هيتبلع عن طريق الريتيكولو اندوسيليل سيستم واللي هو الماكروفاج والفاجوس هيتسوهرها ويكون عندي اللي هو هيطلع الجزء المولوكيول بتاع مين بتاع الهيموجلوبين انا عندي المولوكيول بتاع الهيموجلوبين اسمه ايه؟ اسمه هيموجلوبين فهو عبارة عن مقطعين هبدأ افكك اللي هو المركب ده الهيموجلوبين هيبدأ يتفكك لمين؟ هيبدأ يتفكك لجزئين جزئ الهيم هو جزئ اللي هو مين؟ الجلوبين طيب الجلوبين ده عبارة عن مين؟ عبارة عن سلسلة بولي بيبطايد اتشين يعني عبارة عن امينو مين؟ امينو أسد فهي اللي بيحصل ابدأ اقصر السلسلة دي بانزيمات بيبطايد يبقى أقصر السلسلة دية بإنزيمات البيبطايدز لأن الأمينو أسد مسكة ببيبطايد بوند فلما أقصر بإنزيمات البيبطايدز هيطلع لي أمينو أسد يبدأ يحصل لها أي إن أنا ممكن أستخدمها في أستخدمها في تصنيع هيموجلوبين جديد أو أستخدمها في أزر باسوي أو أزر رأكشن أي إن كان بقى طيب أنا عندي عبارة عن جولوبين أو جولوبين وعندي مين عندي الهم الهم ده لما احنا أخذنا التركيب بتاعه كان عبارة عن جزيئين اللي هو تيترا بيرول رينج يبقى الهم ده كان عبارة عن إيه عبارة عن تيترا أربع حلقات بيرول رينج اللي هي عبارة عن مين اللي هو البروتو بورفايرين تسعة ومين كمان والفرس الافي مجاب اتنين اللي هو عبارة عن مين الايرن الحديد طيب لو جينا ناخد اللي هو الكلام اللي هنا وننقله هنا يبقى انا عندي الهيم عبارة عن ايه الهيم عبارة عن هفكاكو لجزئين اللي هو هيديني مين هيديني الاربعة او التترة بيرول رينج اللي هي عبارة عن البروتو بورفايرين تسعة وعندي الفرس الحديد اللي هو مين الايرن اللي هيتحول بعد كده للفرق مين الفرق اير طيب ايه اللي بيحصل بقى الفكرة اهم حاجة عندنا الكاتابوليزم بتاع الهيم فالكاتابوليزم بتاع الهيم هيتم ازاي هيتم اول حاجة عن طريق انزيم اسمه هيم اوكسوجينيز طيب يبقى اول حاجة عندنا ان الهيم هيبدأ يتحول في وجود مين اللي هو الهيم اوكسوجينيز هيتحول بقى لصبغة ركز كده هيتحول لحكتين اللي هي الصبغة مين الصبغة بايلوفيردين ديت عبارة عن صبغة خضرة يبقى هيتحول لصبغة خضرة وهيتحول لمين كمان وهيديني اللي هو الفرك مين الفرك ايرن اللي هو الف اي موجب ثلاثة الحديد طيب ايه المصدر او ايه المصير بتاع الحديد الحديد ده ممكن استخدمه في تصنيع نيو سينسيز لهيموجلوبين او ممكن استخدم الحديد فين اننا اشيله على ترانس فرين على الشيال بتاعه واروح اخزنه يتخزن الحديد تخزين الحديد على هيئة ايه على هيئة فريتين يبقى تخزين الحديد على هيئة فريتين في اللفة يبقى احنا عندنا الاربيسيز عبارة عن منبرين ده انجالفد يتاكل عن طريق الريتيكولو اندوسيليا static system عن طريق اللي هو الفاجوسيت والمشروفاج عندي بعد كده الهيموجلوبين عبارة عن هيموجلوبين الجلوبين يتكسر بانزيمات البيبتاديتز يتحول لامينو اسد زي الامينو اسد ريسايكلز يعاد استخدامها في تصنيع هيموجلوبين جديد او تستخدم في اظهر سايكلز بعد كده الهيم الهيم في وجود مين الهيم في وجود اللي هو الهيم اوكسوجينيز الهيم اكسوجينيز هيبدأ يديني جزئين يبركز كده هيديني ايه هيديني اللي هو البيلوفيردين وده صبغة ايه هيبدأ يديني صبغة خضرة والحاجة التانية يديني اللي هو الفرك مين الفرك ايرن اللي ممكن يستخدم مصيره يستخدم في تصنيع نيوهوموجلوبين او ترانسفيرين يتشال عليه ويتخزن على هيئة مين يتخزن على هيئة فرتين وهيطلع برضو معاهم اللي هو السي او الكربون اوكسايد السي او بعد كده يبدأ يتحول لثاني اوكسيد الكربون ويطلع عن طريق اللانج ببداية اول فكرة عندنا او اول مصير عندنا اللي احنا محتاجين نفهمه يبقى اول خطوات خالص فيه اللي هو الهيم ايه اللي بيحصل فيه الهيم الهيم هيبدأ يتحول لايه الهيم هيبدأ يتحول في وجود الهيم اوكسيجينيز يبقى الهيم ما يتحول في وجود اللي هو الهيم اوكسيجينيز يتحول لمين يتحول لصبغة خضرة اللي هي بايلو فيردين ويتحول لمين كمان يتحول لفرك مين فرك يعني ف ايه موجب ثلاثة فرك ايرن وكذلك اللي هو السي او الكربون مونوكسايد ايه المصير بتاعي الكربون مونوكسايد هيتحول لمين يتحول لسانيوكسيج كربون سانيوكسيج كربون يخرج فيه عملية الزفير عن طريق مين عن طريق اللانج الحاجة اللي بعد كده الايرن الحديد اللي عندنا اما يستخدم فيه يدخل فيه تصنيع يتحول لفرس تاني ويدخل في تصنيع هيم تاني او يبدأ يتشال على ترانس في الرين الشيال بتاع الحديد ويروح ينتقل علشان يتخزن يحصل له ايه تخزين على هيئة مين يتخزن على هيئة يبقى الحديد بيتخزن في الليفر على هيئة مين على هيئة في الرتين ركز على اللي هو الكلام ده نيجي بعد كده البايلو فيردن البايلو فيردن ده صبغة ايه صبغة خضرة يبقى نركز على الكلام اللي احنا بنقوله البايلو فيردن عبارة عن صبغة خضرة الصبغة الخضرة دي في وجود انزيم اسمه بايلو فيردن ريداكتيز يبقى بايلو فيردن ريداكتيز هيبدأ يتحول لصبغة صفرة اللي هي البايلروبن يبقى يتحول لصبغة ايه صبغة الخضرة هتتحول لصبغة صفرة اللي هي تتحول لمين تتحول لي البيلروبن يبقى احنا عندنا عن طريق انزيم اللي هو البيلوفيردين ريداكتيز هتتحول لي الصبغة اللي هي مين الصبغة اللي هي البيلروبن الحاجة اللي بعد كده البيلروبن ده يبدأ ايه يبدأ يطلع في السيركيوليشا يبقى هو فري البيلروبن ده ايه فري بايليروبن فين في circulation يبقى free bilirubin في circulation ده بسميه uncone geogated لسه مرتبطش مع حاجة تانية free bilirubin في circulation يبدأ يتشال يتشال على مين؟ يتشال على albumin يبقى free bilirubin يتشال على اللي هو albumin علشان بعد كده يروح يوديه لمين؟ يديره hepatic circulation يروح يوديه لل liver علشان جوه يحصل حاجة اسمها conjugation مهمة جدا يبقى يحصل ايه في الليبر؟ يحصل في الليبر conjugation يبقى الكونجيوجيشن يحصل في الليبر يبقى الركز كده هو في الاول كان uncone geogated كان free bilirubin كان متشال على مين؟ متشال على albumin كان لسه مدخلش الكبد فده عبارة عن free hepatic بعد كده يبدأ يدخل مين؟ يبدأ يدخل للكبد يبقى البايلروبن هيدخل في الكبد علشان يحصل conjugation يبقى ده عبارة عن hepatic part hepatic part المكان اللي بيحصل فيه الكونجيوجيشن هو مين؟ هو الكبد الكونجيوجيشن ده عبارة عن اتحاد مين مع مين؟ يبقى فيه الهيباتوسايت اللي هي في الخلايا بتاعت مين؟ فيه الخلايا بتاعت الكبد ايه اللي بيحصل؟ البايلروبن هيبدأ يحصل له كونجيوجيشن مع مين؟ يبقى البايلروبن يبدأ يحصل له كونجيوجيشن مع اللي هو الجلوكيورونيك مين؟ ويو دي بي جلوكيورونيل ترانسفريز انزيم يبقى يو دي بي جلوكيورونيل ترانسفريز انزيم يبقى اليو دي بي جلوكيورونيل ترانسفريز انزيم ايه اوزفته؟ بيعمل كونجيوجيشن اللي مين مع مين؟ اللي هو البايلروبن معه اللي هو اتنين جلوكيورونيك مين؟ اتنين جلوكيورونيك أسد فبالتالي بقى ايه؟ بعد الوقت اسمه ايه؟ اسمه Conjugated Bilorobin يبقى اسمه Conjugated Bilorobin الConjugation بتاع البيلوروبن حصل فين؟ حصل في الكبد نركز في الكلام اللي هنقوله وبالتالي لو فيه مرض في الكبد لو الكبد بايز نركز كده لو الكبد فيه خلل لو الكبد بايز فبالتالي مستوى مين اللي هيعلى في الدم مستوى الUnconjugated Bilorobin لأن الUnconjugated Bilorobin مش عارف يدخل الكبد عشان يحصل له Conjugation فلو الكبد بايز هيبدأ يحصل ايه؟ يزيد مستوى الUnconjugated Bilorobin يحصل حاجة اسمه Hyperbileribinemia لأن البيلوروبن زيادة في الدم علشان ما تخلش في الكبد علشان الكبد بايز فبالتالي يزيد الUnconjugated طيب نفترض أن الConjugation حصل وبعد كده البيلوروبن الConjugated Bilorobin يطلع بقى عن طريق حاجة اسمه البيلوروبن يبقى الConjugated Bilorobin يطلع عن طريق البيل مين؟ البيلوروبن نركز بقى الConjugated Bilorobin لو عملت تحليل ولاقيت اللي هو الConjugated Bilorobin عالي معناها ايه؟ معناها أن المنطقة تسدد ده البيلوروبن اللي هيمشي فيها البيل عشان يروح لمين؟ عشان يروح للإنتستن هيروح لمين؟ هيروح للإنتستن اللي هو الأمعاء فلو لقيت الConjugated Bilorobin عالي معنا كده أن المصار ده تسدد اللي هو فيه ايه؟ Common Bile Doctor Obstruction أو فيه Biliary Obstruction البالياري بصوي هنا تسدد فالConjugated اللي خلاص حصل له Conjugation في الكبد تسدد فمش هيعرف يروح لمين؟ مش هيعرف يروح للإنتستن طب لو هو مفتوح الConjugated Bilorobin يروح للإنتستن في وجود البكتيريا الConjugated Bilorobin في وجود البكتيريا يبدأ يتحول لإيه؟ يبدأ يتحول لحاجة اسمها يوروبايلينوجين يبدأ يتحول لمين؟ ليوروبايلينوجين اليوروبايلينوجين ده يبدأ يتحول لحاجة اسمها ستركوبايلينوجين يبدأ ينزل مع الليستول يبدأ يطلع مع اللي هو الليستول البوراس بسميه ستركوبايلين أو ستركوبايلينوجين تحول لستركوبايلين يبدأ ستركوبايلين يطلع مع الستول أو في شوية يخرجوا عن طريق الكلية. يخرج مع اليورين. هسميهم يورو ايه? يورو باي لين. او شوية يفضلوا في على هيئة مين? يورو باي لين. وبنركز على اللي هو الباصوي اللي احنا اتكلمنا عليه. اللي احنا قلناه ان الهيم في وجود الهيم اكسوجينيز. هيتحول ل باي لوفيردن سابقة خضرة فيرك. ويه اللي هو السي او. السي او يتحول لسي او تو. يخرج عن طريق اللي هو مين? يخرج عن طريق اللانج. بعد كده الحديد الحديد يدخل في تصنيع هيموجلوبين تاني او اي حاجة تانية زي السيتوكروم وغيرهم او يتشال على ترانسفيرين ويروح يتخزن على هيئة فيرتين. الباي لوفيردن دي سابقة خضرة في وجود الباي لوفيردن ريداكتيز يتحول لسابقة الصفرة اللي هي الباي لروبين. السابقة الصفرة دي تدخل الدم. لما تدخل السابقة الصفرة دي الدم هيكون فري باي لروبين هيكون لسه ما حصلوش ده البري هباتيك باي لروبين هيتشال على شيال اللي هو الالبيومين عشان يروح للكبد جوه الكبد هيبدأ يحصل يبقى الكونجيوجيشن بيحصل في الكبد. الباي لروبين مع اثنين جلوكيورونيك أسد في وجود اليودوبي جلوكيوروني الترانسفيريز انزيم يتحول ليه كونجيوجيتد باي لروبين لو الكبد بايز فما فيش كونجيوجيشن وبالتالي اللي هيزيد مستوى الان كونجيوجيتد اللي قابله طيب الحاجة اللي بعد كده طب لو هو الكبد سليم وعمل كونجيوجيشن الكونجيوجيتد باي لروبين يمشي خلال البيلدكت عشان يروح للانتستن الكونجيوجيتد باي لروبين مع البكتيريا يتحول اليورو باي لينوجين اليورو باي لينوجين شوية منهم يهربوا للكلية يتحولوا اليورو باي لين ينزلوا مع البول وعشان كده البول يبقى لونه ايه يبقى لونه أصفر او الليستيركو باي لينوجين ينزل مع اللستول علشان كده بيضي له لون اسويت شوية او اللي هو كلي عامل زي الطمي ف احد الاسباب الناس ديت بيكون عندهم ايه يقولك ده دياجنوستيك اللستول كالر لون اللستول الشالك كلي كالر عامل زي الطمي كده ده انديكاتيف لديفكت فيه الهيبيتو بيلياري سيركيوليشن فيه مشكلة يا في الكابي ديه في اللي هو البلياري سيستيم او الباصوي او جزء منه يفضل في السيركيوليشن على هيئة يورو مين يورو بايليم ده عبارة عن مين ده عبارة عن الميتابوليزم بتاع الهيم فيه شوية معلومات كده بالنسبة لنا محتاجين ان احنا نقولهم اول معلومة بالنسبة لنا ان الهيم اوكسوجينيز جين نركز كده او الهيم اوكسوجينيز يبقى الهيم اوكسوجينيز ده ليه اتنين جين يبقى اول ان بيه ان الهيم اوكسوجينيز ليه اتنين ايه اتنين جين اللي اتنين جين ده اللي هو عبارة عن مين عبارة عن الهيم اوكسوجينيز جين 1 ويعبارة عن هيم اوكسوجينيز جين ايه بل هيم اوكسوجينيز جين 2 طيب مين اللي يهمني الهيم اوكسوجينيز 1 والهيم اوكسوجينيز 2 مين اللي يهمني فيهم علشان تكسير الهيم اللي هو عبارة عن الهيم اوكسوجينيز 1 يبال هيم اوكسوجينيز 1 جين ده اللي هيصنع الهيم اكسوجينيز اللي هيبدأ ايه يقصر الهيم بسبب استيبيلوس المعلومة اللي بعد كده نركز على اللي هو اسمه ده البايلو فيردن ريداكتيز يبقى قلنا الهيم اكسوجينيز فيه اتنين هيم اكسوجينيز جين واحد واثنين اللي اهم بالنسبة لنا واحد كذلك البايلو فيردن ريداكتيز البايلو فيردن ريداكتيز ليه اتنين جين ليه ايه اتنين جين ايه هما الاتنين جين اللي هو البيلوفيردن A واللي هو البيلوفيردن B مين اللي يهمنا البيلوفيردن A ولا البيلوفيردن B اللي يهمني اللي هو البيلوفيردن A ده المسؤول عن الكاتابوليزم التكسير بتاع مين اللي هو البيلوفيردن أما البيلوفيردن B ده بتاع تكسير مركبات تانية زي الفلافين والريبوفلافين والFMN واللي هو الكلام ده الحاجة اللي بعد كده ان الانزيم ده محتاج اللي هو ناكل كمياء الناد بي اتش يبقى هو ناد بي اتش ديبندنت فلافين ريداكتيز يبقى لو هو هيكسر الفلافين والFMN والكلام ده بيحتاج لمين لناد بي اتش يبقى ناد بي اتش ديبندنت فلافين مين فلافين ريداكتيز قلنا البايلوروبين يبدأ يعمله ايه يبدأ يحصله كونجيوجيشن لما يدخل بين يدخل الليفر البايلوفيردن كيتصبغى ايه كيتصبغى خضرة او بولو جرين يعني بين البولو الجرين تتحول لمن اللي صبغى صفرة يولو او يولوريد بايلوروبين حاجة اللي بعد كده زي ما احنا قلنا هيبدأ يحصل مين يبدأ البايلوروبين يتشال على البيوبين عشان يروح ليه اللي هو الليفر بعد كده يبدأ يحصل مين يبدأ يحصل اللي هو الكونجوجيشن يطلع الكونجوجيتد بايلوروبين أو اسمه التاني بايلوروبين داي جلوكيورونيل معه حصل مع تنين جلوكيورونيك اسد ilbowильно داي مين Deاي جلوكيورونيل البايلوروبين داي جلوكيورونيل ده بيبدأ يطلع وبدأ اتخلص منه في بعض النyy born infant بتالي بيقولك في بعض المعلومات في نيوبورن إنفانت اللي هو الأطفال اللي لسه مولودين في بعض الناس اللي عندهم abnormal في تكسير كرات الدم الحمرة في بعض الناس اللي عندهم damage في ال liver في بعض الناس اللي عندهم obstruction في ال bial duct كل الناس دي بيحصل عندهم تراقم للبيلوروبين في عامل حاجة اسماها hyperbileuropeinemia hyperbileuropeinemia معناها زيادة البيلوروبين في الدم وزيادة البايلو روبين في الدم بنلاقي الناس اللي عندهم الكابد عينهم صفرة وجلدهم أصفر ده بيعمل حاجة اسمها الجندس الجندس ده اللي هو الصفرة اللي بتظهر على الناس دي فالركز لو واحد عنده تكسير لقرات الدم الحمرة بنسبة كبيرة الناس اللي عندهم هيمولوسس بتوعي سلاسيميا وغيرهم مع تكسير قرات الدم بنسبة كبيرة يطلع لي الهيم والبيلو فيردن والبيلو روبين فبالتالي هيزود البيلو روبين فيعمل لي صفرة فالناس بتوعي السلاسيمية لو شفتهم اتلاع عندهم عينهم مسفرة ده يبقى لو في abnormal يبقى احد الاسباب abnormal RBCs Lycids زي امراض مين؟ امراض الهيموليسيز بسبب مين؟ الهيموليسيز الانيميا المكسرة زي السلاسيمية وغيرها لو فيه damage في الكبد لو فيه damage فين؟ لو فيه liver damage الكبد لما يبدأ يتضمر ايه اللي بيبدأ يحصل؟ مش هيحصل conjugation ومش هيبدأ يتخلص من البيلوروبين فيزيد في الدم لو فيه obstruction لو فيه obstruction في common bile duct او في biliary system الاب obstruction ده مش هيعرف الكونجيوجيت البيلوروبين يروح للانتستن ولا اقدر اتخلص منه فهيزيد المستوى بتاعه فين؟ فهيزيد المستوى بتاعه في الدم ده كلها اسباب كل ديات اسباب للعلوة بتاعه مين؟ البيلوروبين هيبر باي روبينيميا زيادة البايلوروبين في الدم دي بتعمل حاجة اسمها ايه؟ الجندس فبالتالي لو واحد عنده جندس ندور على الاسباب ممكن يكون هباتو بيلياري يا اما بيلياري obstruction يا اما مشكلة في الكبد يا اما أنيميا مكسرة ديات كلها اسباب ندور عليها علشان مين؟ علشان نشوف السبب فين؟ ده بالنسبة لمين؟ ده بالنسبة للحاجات اللي احنا قلناها نيجي لبعض الكلينيكا الاسبكت في اللي هو بالنسبة للميتابوليزم او بعض الامراض احنا قلنا حكاية مين اللي هو الهايبر باي لوروبينيميا الهايبر باي لوروبينيميا قلنا زيادة الزيادة دي ممكن يكون عندي نوع انديريكت او اللي هو انكونجيوجيت باي لوروبين باي لوروبينيميا الانكونجيوجيت باي لوروبينيميميا ده اللي هو الانديريكت كده ده عبارة عن مين ده عبارة عن الانديريكت فالانديريكت بنلاقيه فين بنلاقيه في الدم اما الديريكت بايلوروبين او الكون جيوجيتد بايلوروبين ده غالبا ما بنلاقوش في الدم ده راح للكبد ومن الكبد للانتستن فبالتالي don't exist عشان لو جات لك في صحة وغلط فيه في اللي هو البلازمة نركز على اللي هو الكلام ده فعندي دايريكت وعندي انديريكت وعندي اللي هو التوتل فانا عندي حاجة اسمها التوتل فدايما لما بنطلب للعيانين دول تحاليل بنقول لهم اللي هو التوتل والديريكت او التوتل والديريكت اللي هو الانديريكت بايلوروبين فالتوتل النسبة بتاعته نعرفها من ثلاثة من عشرة لواحد واثنين من عشرة ميلي جرام في الديسي ليتر نعرف النسبة بتاعته ده التوتل بايلوروبين اهز ضيب التوتل اللي هو نسبة الديريكت واللي هو الانديريكت فنعرفها ونركز عليها نيجي الحاجة اسمها بايلوروبين توكسيستي او بايلوروبين انكفالوباسي البايلوروبين ده لو بدأ يزيده خاصة في الاطفال بالنسبة عن فيه اطفال مواليد بيقولك عندهم الصفرة ومحتاجين يدخلوا حضانة او يتعمل لهم حاجات معينة عشان الصفرة اللي في الاطفال دي فالبايلوروبين ده لو زاد او ملحق ناشط طفل لو زاد اكتر من 20 ميلي جرام في الديسيلتر البلازمة بايلوروبين زاد اوي بيعمل حاجة اسمها كيرنكترس ونركز على المصطلح ده مهم بيعمل حاجة اسمها ايه كيرنكترس يبقى الكيرنكترس ده ده عبارة عن يلوش ديسكولاريشن للبيزل جانجلي حاجة في الدماغ بقى فممكن تدخله في غيبوبا بايلوروبين انكفالوباسي هيحصل ديسكولاريشن للبيزل جانجلي في الاطفال المواليد دولة ده اسمه كيرنكترس المصطلح ده مهم جدا او بايلوروبين ايه بايلوروبين انكفالوباسي الناس اللي عندهم كيرنكترس مستوى البايلوروبين عالي ده بيكون انكونجيوجيتد هايبر informative بايلوروبينينميا يبقى الكيرنكترس ده يلوش ديسكولاريشن البيزل جانجلي اللي في الدماغ بتاعت البيبس دولة يلوش ديسكولاريشن فهذه بوزيشن اترصف فيها انكونجيوجيتبايلوروبين ففي سيفير انكونجيوجيت هايبر بايلوروبينيميا في بايلوروبين كتير في الدم لدرجة ان هو الراحل البيزة الجنجلة في البرين واترصف فيها وبريسبيتيت فيها وفي جندس عنيفة لدرجة ان المستوى اكتر من 20 ميلي جرام فيه ميلي جرام فيه اللي هو الديسيلتر فده بيعمل كيرنيكترس طب ايه اللي يدخل الاطفال او ايه احد الاسباب اللي هنا ايه الاسباب اللي تعمل الكيرنيكترس احنا قلنا الكيرنيكترس uncleinated فبالتالي ما حصلش conjugation فاكيد فيه خلل في الكبد او فيه خلل في الانزيم هو من الانزيم فخاصة الأطفال المواليد دولت ممكن يتولدوا ومعندهم مش الإنزيم بتاع الكبد اللي هو البايلوروبين فمش هيحصل عندهم فاللي هيعلمين فيروح يترصب في البيزة الجنجلة يعمل الكير نيكترس التوكسك إفكت بتاع البايلوروبين بقى بيقولك في الانزيمز بتاع الارينيز بيبوز حاجات كتير عندنا فنعرف مين اللي هو التوكسك إفكت بتاع مين التوكسك إفكت بتاع البايلوروبين